السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو نهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل واحدة جديدة العمل مفرش للصفرة اتمنى تكون واحدة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم هنشغل مع بعض النهاردة بخيط متوسط الصنق مع ابرة رقام تلاتة ونص مليمتر في البداية اول حاجة ببتدي اعملها هي مجموعة سلاسل عبارة عن ستة سلسلة ممكن نقللهم وممكن نزودهم يعني لو حبة منتصف الدائرة يكون واسع بتزوديهم لغاية تمانية سلسلة لو حباها تكون دايقة بتقليليهم لحبة اربعة سلسلة بستخدم زي ما قلنا مع بعض خيط متوسط الصنق مع ابرة رقام تلاتة ونص مليمتر وممكن تستخدمي اي صنق خيط لكن على شرط انك تستخدمي حجم الابرة المناسب لي بسيب مسافة بسيطة من الخيط وباليف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة اليف الخيط واسحابه اخرج منها طرف خيط البداية بشده بقف العقودة البداية في البداية عشان نكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة بسم الله يا رحمن الرحيم باسحب الخيط وبخرج منها كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنسيب اخر خمس سلاسل وروح لاول سلسلة اشتغلتها بدخل في الحلقة الامامية الفرانت لو هسحب الخيط وبخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة خيط البداية بخليه خلف السلاسل وبتدى اشتغل عليه. السطر الاول عندي بيكون مكون من ستاشر غرزة عمود بلفة واحدة. هارتفع سلسلتين واحد اتنين. سلسلتين دول هعتبرهم بس سلاسل ارتفاع. مش محسوبين معي من الستاشر عمود. فبالتالي انا ايه? هتجهلهم تماما انا بس بارتفاعهم. علشان يوصلوني الارتفاع مقارب لغرزة العمود اللي هي بتكون تلاتة سلسلة. احنا طبعا لو اشتغلت تلاتة سلسلة وحسبتهم اول عمود فهحسبوه من العدد. لكن كده انا بشتغل السلسلتين مش محسوبين من العدد فبالتالي بشتغل الستاشر العمود كاملي. ازاي بشتغل العمود بلفة واحدة بيكون عندي على الابرة حلقة ومن اسمه بنعرف ان احنا عمود بلفة واحدة يعني بلف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح معي الحلقة الاساسية واللفة اللي لفتها بقى حلقتين. هدخل داخل الدائرة. هسحب الخيط وهخرج معي كده على الابرة تلات حلقت. بسحب الخيط وبخرج من حلقتين. هيتبقوا معي حلقتين باسحب الخيط وبخرج منه. تاني برجع معي حلقة بلف بقوا حلقتين لفة واحدة هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معي تلات حلقة الحلقة الاساسية واللفة اللفنة واللفة اللي دخلت بصحبتها وخرجت بيه. هسحب الخيط وبخرج من حلقتين واحد اتنين هيتبقى معي الحلقة اللي خرجت بيها دلوقتي والحلقة الاساسية اتنين هسحب الخيط وبخرج منه. وبكمل لغاية ما بيكون معايا ستاشر غرزة عمود بلفه في نهاية السطر الاول. في نهاية السطر اصبح معي ستاشر غرزة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. فوق اول عمود اشتغلناه بدخل تحت الحلقتين الامامية والخلفية الفرانتلوب والباكلوب. اسحب الخيط وبخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي الابرة بغرزة منزلك. طيب هتسألوني ليه يعني بيجي لي دايما سؤال آآ ليه برتفع السلسلتين دول ومش بحسبه من العدد. بص يا بنات انا لو ما ارتفعتش السلسلتين واشتغلت اول غرزة عمودة عندي تلات سلاسل واعتبرت التلات سلاسل دول اول عمود زي ما بنقول هتبص تلاقي لما بنيجي من قفل في نهاية السطر بقفل في اخر حلقة يعني في سلسلة رقم تلاتة من فوق. آآ هتبصي تلاقي ان الشغل بتاعك اتشد والسلسلة اتمطت وعملت فراغ. وبالاضافة كمان ان بيكون فيه فراغ هنا في بداية السطر. بيكون شكله مش لطيف. فاحنا بالسلسلتين دول هتبصي تلاقي ان السلسلتين سدوا الفراغ اللي هنا اللي بيكون في بداية السطر. وكمان انا عندي بشتغل آآ المنزلقة فوق الغرزة الاولى لان هي غرزة بشكل طبيعي فبشتغل تحت الحلقتين فمش مشدودين معايا. ازا الشكل اصبح معايا. انا هنا دلوقتي مش عارفة فين بداية الشغلة من نهايته. تمام? لاني ما عنديش اي فراغات او ايه اي صغرات موجودة. الشغلة نظيفة وزي ما احنا شايفين. السطر التاني معايا بيكون عبارة عن ستاشر غرزة عمود بس باتنين لفة وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلتين مسافة. طيب نرتفع سلاسل ارتفاع احنا غرزة العمود باتنين لفة بتكون ارتفاعها اربعة سلسلة. لما بحب اشتغل سلاسل ارتفاع ما احسبهاش من العدد بقلل سلسلة عن ارتفاعي للغرزة اللي انا بشتغلها. بالتالي هشتغل تلاتة سلسلة لكن مش محسوبين من العدد. واحد اتنين تلتة. وزي ما قلنا مع بعض التلات سلاسل دول زي السلسلتين اللي هنا مش محسوبين معايا من العدد. وفي نفس الفراغ هبتدى اشتغل العمود باتنين لفة اللي انا محتاجين. ازاي باشتغل عمود باتنين لفة بيكون عندي على الابرة حلقة وجاي من اسمه ان ده ليف الخيط على الابرة كم مرة? اتنين لفة يعني مرتين. واحد اتنين. اصبح معي الحلقة اساسية واللفتين اللي اللفنهم بقوا تلات حلقات على الابرة. بدخل فراغي الاول. هسحب الخيط وهخرج. معايا كده كان حلقة واحد اتنين تلاتة اربعة. الحلقة الاساسية واللفتين اللفنهم واللفة اللي سحبتها دلوقتي من داخل ايه حرف او الحلقتين اللي هما فوق الغرزة رقم رقم واحد معي اربعة بسحب الخيط وبخرج من حلقتين يتبقى كام الحلقة اللي سحبتها والحلقة الباقية والحلقة اساسية بقوا تلاتة نسحب الخيط وما اخرج من اتنين بقى الحلقة اللي سحبتها والحلقة الاساسية اتنين هسحب الخيط وبخرج منه يعني بسحب الخيط واخرج من حلقتين 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 تلات مرات بسحب الخيط واخرج من حلقتين بعد كل غرزة عمود باتنين لفة باخد سلسلتين مسافة. واحد اتنين. طيب في المرحلة دي. ممكن العمود باتنين لفة ده ازود آآ عدد اللفات واشتغله بتلاتة لفة. آآ ممكن ما فيش اي مشكلة البطرون. آآ احيانا بنشتغل الموديل ده او الوحدة دي. بعمود باتنين لفة او بعمود بتلاتة لفة. بس في الحالة دي لو اشتغلت بعمود بتلاتة لفة يبقى السطر اللي جاي كمان هيكون بعمود بتلاتة لفة. تمام? اذا اخدنا كام سلسلة واحد اتنين. نرجع بقى للعمود اللي بعده ونشتغل عمود باتنين لفة تاني. واحد اتنين. بدخل الفراغ اللي بعده. التالي ليا. اصحب خيط واخرج معي اربع حلقات. تلات مرات. بسحب من حلقتين كده. اصحب من حلقتين. اتبقوا تلاتة. اصحب من حلقتين. دي تاني مرة. اتبقوا اتنين. اصحب من حلقتين. دي تالت مرة. سلسلتين مسافة. واحد اتنين. وبقرر حتى نهاية السطر عمود باثنين لفة سلسلتين بيتبقى معي في نهاية السطر ستاشر عمود وستاشر فراغ فيه اتنين سلسلة بكمل حتى نهاية السطر بنفس الطريقة رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر اصبح معي ستاشر عمود واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر اepherdاشر اتناشر تلاتاشر اربعة تشتشر خمسطاشر ستاشر بالاضافة للستاشر فراغ فيه سلسلتين بنروح لاول غرزة اشتغلناها تلت سلاسل ارتفاع نتجاه لهم وبقى في الفوق حرف الفي فوق الحلقتين الاممية والخلفية بغرزة منزلك. السطر اللي جاي باشتغله بغرزة الكلاستر غرزة العمود مكونة من اربعة غرزة عمود باتنين لفة زي ما قلنا مع بعض. السطر اللي فات دوت هو اللي هيحدد لك عدد اللفات اللي هتشتغلي بياه السطر اللي جاي. يعني لو اشتغلت دوت عمود بلفة واحدة يبقى السطر الجاي كمان عمود بلفة واحدة. لو اشتغلت عمود بلفتين اللي جاي اتنين. لو اشتغلت بتلاتة اللي جاي تلاتة. همشي بمنزلكة لغاية السلسلتين وابتدى ارتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وزي ما قلنا مع بعض هما مش اكتر من سلاسل ارتفاع. وهكون غرزة غرزة عنقود مكونة من اربعة عمود باتنين لفة. زي ما احنا عارفين ان غرزة العنقود انا لما باجي اخلص الاعمدة بيكونوا الاربع اعمدة او عدد الاعمدة المطلوبة منك في الباترون او في الوحدة بتشتغليهم مش لاخرهم تشتغليهم لغاية اخر حلقة ما بتسحبهاش من على الابرة يعني السطر اللي فات انا عشان اخلص العمود واشتغلوا للنهاية كنت بسحب الخيط واخرج من حلقتين كم مرة تلات مرة. هنا هسحب الخيط واخرج من حلقتين والحلقة الاخيرة بسبتها معي بسيبها معي على الابرة مع الحلقة الاساسية. ده طبعا بالنسبة للاربع اعمدة. تعالوا نطبقها عاملة ونشوفها نعملها ازاي. كده معي على الابرة حلقة عمود بلفتين يعني بلف الخيط على الابرة مرتين. ده كده اول عمود. بدخل فراغي فوق سلسلتين. اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين. كده مرة. اسحب الخيط واخرج من حلقتين. دي تاني مرة. تالت مرة مش اسحبها دلوقتي. هسيب الحلقة الاخيرة على الابرة مع الحلقة الاساسية. تاني عمود واحد اتنين لفة. وادخل فراغي هو هو. اسحب الخيط واخرج. نسحب من حلقتين. نسحب من حلقتين. مرتين يا بنات بسحب من حلقتين. وخلي الحلقة الاخيرة يبقى كده حلقة اساسية. معايا حلقة حلقة الاخيرة لعمود الاول. حلقة اخير لعمود التاني. العمود التالت لفتين وبدخل فراغي. اسحب الخيط واخرج. اسحب من حلقتين. اسحب من حلقتين. واسيب الاخيرة. حلقة عمود الرابع والاخير بلف مرة تين بدخل فراغي اصحب الخطوة احرج اصحب من حلقتين اصحب من حلقتين وسيب الحلقة الاخيرة. اصبح معي حلقة اساسية. اربع حلقات للاربع عمدة اللي اشتغلناهم لغاية اخر حلقة ما سحبناهاش. يعني خمسة باسحب الخطوة بخرج من اربعة تتبقى الحلقة اللي سحبتها من الاربع حلقات والاساسية يعني اتنين هسحب خطوة بخرج منه. كده خلصنا او فنشنا غرزة من اربع عمود باتنين لفة. كم سلسلة مسافة ما بين كل فراغ وفراغ باشتغل وستة سلسلة مسافة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تاني بقرر بقى فوق كل سلسلتين. الستة سلسلة بسيب تحتهم العمود ده مش باشتغل فوقي. بروح فوق السلسلتين واقرر غرزة كلاستر من اربعة عمود باتنين لفة. واحد اتنين. بدخل فراغنا فوق السلسلتين. اصحب وخيط واخرب. اصحب من حلقتين. اصحب من حلقتين. كده اسيب الحلقة الاخيرة على الابرة مع الحلقة الاساسية. تاني عمود. تالت عمود. رابع عمود والاخير. خمس حلقت على الابرة اصحابي من اربعة وارجعي اصحابي من حلقتين. ست سلاسل مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبقرر حتى نهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين هنبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها. لكن عاوزاكم تركزوا معايا كويس قوي في السطر اللي جاي لان هو الفكرة بتاعتنا بتكون في وحدتنا دي في السطر اللي جاي. بروح لاول غرزة اشتغلتها. وبقفل فوقها بغرزة منزلقة. فوق غرزة الكلاستر نفسها اشتغل غرزة حشو. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة حشو. وداخل الغرزة هي الداخل انفرغ اللي انا قفلت فيه بمنزلقة هادخل. اصحب الخيط واخرج معاي على الابرة حلقتين. باسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. السلاسل الستة هبتدي اشتغل خمسة غرزة حشو فوقهم كده واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة هاخد تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وارجع اكمل فوق السلاسل خمسة كمان حشو. واحد. اتنين تلاتة اربعة وخمسة. تاني برجع فوق اشغل غرزة حشو واحدة. وهنا هبتدي اروح للفراغ اللي جاي هشتغل خمسة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الخمسة غرزة حشو دي مش هشتغل بقى ايه? تلات سلاسل وارجع اشتغل خمسة غرزة حشو. لأ هنغير الخطة شوية. طيب هيكون شغلنا ازاي? هشتغل ستة غرزة سلسلة. واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهلف شغل الناحية التانية وهروح ارجع تاني للمكان اللي انا كنت شغلة فيه تلاتة سلسلة شايفينه ده? هدخل فوقي واشغل غرزة حشو. تمام? هرتفع واحد اتنين سلسلة ولف شغل تاني الناحية التانية. الستة سلسلة دول عاوزة اشتغل عليهم ستاشر غرزة عمود بلفة. طيب سلسلتين الارتفاع احنا عارفين ان هما سلاسل ارتفاع فقط لغير. لو انت محتاجة انك تشتغل سلاسل ارتفاع هي هي اول عمود يبقى بتزاودي سلسلة بتشتغل تلات سلاسل وبتحسبيها اول عمود وبكملي بعدها خمستاشر. لكن احنا بنشتغل سلسلتين ارتفاع فبالتالي هنشتغل ايه? الستاشر عمود كاملين لاننا مش حاسبين السلسلتين دول من العدد. هشتغل ستاشر عمود بلفة واحدة كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احدى عشر. اتناشر. اللي هي سانية عشر. سالس عشر تلاتاشر. اربعة عشر. خمسة عشر. وستة عشر. كده اشتغلنا ستة عشر غرزة عمود على الستة سلسلة اللي احنا ايه اشتغلناهم. برجع تاني لنفس المكان اللي احنا كنا سبناه وبشتغل خمسة غرزة حشو على السلاسل اللي بحت. واحد. نين. تلاتة اربعة. خمسة. اصبح يا بنات انا اشتغلت السطرين في سطر واحد. انا بدل ما اشتغل حشو. تلات سلاسل حشو. وارجع حشو تلات سلاسل حشو. لأ. وارجع السطر اللي بعد واشتغل زي ما احنا اشتغلنا هنا. الاعميدة دي. آآ لأ احنا اشتغلنا السطرين مع بعض. السطر اللي هو الحشو ده ورجعت الطابقة التانية يعتبر السطر اللي بعد اشتغلته معي. فغرزة باشغل فوقها غرزة حشو واحدة. المجموعة اللي جاية من الست غرز حشو باشتغل خمسة حشو كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا بقى ااخد تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وبكمل خمسة على الحشو كمان في نفس الفراغ. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. فوق الكلاستر اللي في السطر اللي فات باشغل فوقيها غرزة حشو واحدة. هرجع لست سلسلة خمسة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بشدي شغلك شوية عشان السلاسل الستة يكافوا ايه عدد الغرزة. هنا بقى بارجع تاني يقرر الخطوة دي يا بنات. تفاكرينها? اهي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ولف شغل الناحية التانية. التلات سلاسل اللي احنا اشتغلناهم من الخلف كده من فوقيهم باشغل غرزة حشو. سلاسل الارتفاع بتاعي اتنين. وارجع تاني يلف الشغل الناحية التانية واشتغل فوق الست سلاسل اللي كوناهم ستاشر غرزة عمود بلفها. في نفس الفراغ. كده واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر ناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر وستاشر والاخير. اشتغلنا ستاشر عمود زي ما احنا شايفين. هتدي ارجع اعمل ايه? انا كنت سبت المكان ده بقي لي فيه خمسة غرزة حشو. طبعا التلات سلاسل احنا مش بنشتغلهم لان احنا بنزل نشغل غرزة الحشو. بصت لا ان المكان ما بين العمود بلفها وغرزة الحشو اللي اشتغلها هيديني الفراغ اللي هو ايه? كأنه تلات سلاسل. هبصوا هيديني الفراغ هو هو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وارجع اقرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. فوق الكلاستر حشو. بعد كده فوق الست سلاسل الاولى. خمسة حشو. تلاتة سلسلة خمسة حشو. فوق الكلاستر غرزة حشو. بعد كده خمسة حشو. اعمل ستة سلسلة. وارجع للناحية التانية الف للخلف. واشغل غرزة حشو على التلاتة سلسلة اللي احنا كنا شغلينها قابليهم. وبعد كده سلسلتين ارتفاع وليف شغل الناحية التانية تاني اللي هو واجه الشغل التاعي. واشغل على الستة سلسلة اللي احنا اشتغلناهم ستاشر غرزة عمود بلف. وبقرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وكده الواحدة بتاعتي اصبح فيها كم ورقة من ورقات الزهرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. قبل ما نكمل وحدتنا مع بعض يا بنات فيه سطر انا لغيته ومشتغلتهش خالص في الوحدة بتاعتنا النهاردة. ايه هو السطر ده ولازم طبعا ان انتو تعرفوه وتعرفو ان انا لغيته ليه. السطر الرقم تلاتة. المفروض ان السطر الرقم تلاتة بالنسبة لنا دلوقتي اللي شغلناه مع بعض هو كان السطر اللي فيه غرز الكلاستر. لا المفروض اللي كان بيكون فيه سطر قبل منه. انا هنا في السطر التاني اشتغلت عمود سلسلتين عمود وهكزا. تمام? السطر الرقم تلاتة المفروض ان ان كنت باقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود اشتغلته وبعد كده بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين واشتغل فوق السلسلتين اربعة غرزة حشو. يعني بارتفع سلسلة واشتغل اربعة حشو. بتجاهل العمود من تحت واروح للسلسلتين اشتغل اربعة حشو. تجاه للعمود اربعة حشو اربعة حشو اربعة حشو اربعة حشو في كل سلسلتين بيقابلوني. والسطر رقم اربعة اللي هو تلاتة اللي احنا اشتغلناه. تمام? كان بيكون عندي هي غرز الكلاستر. يعني فوق كل اربعة حشو بشتغل غرزة كلاستر واحدة. مقفولة من فوق بحلقة واحدة. تمام? اه انا حسيت ان السطر دوت مش هيديني اي اضافة وبيكون بنفس الشكل زي ما احنا شايفين. لكن ازا حابين ان انتم تشتغلوه. هيكون اه طبعا هو الصح. مش حابين تشتغلوه بردك صح لكن ايه? اه بنقلل من الوقت والمجهود لعمل او شغل الوحدة بتاعتنا. بروح بقى الاول غرزة اشتغلتها. بردك في هنا حاجة. انا ممكن الغرز دي كلها بدل ما اشتغلهم ستاشر اشتغلهم اربعتاشر او خمستاشر غرزة. عادي ما فيش اي مشكلة. هنروح فوق اول غرزة. المفروض ان انا عشان اوصل لها بارتفع خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واروح فوق اول غرزة بقفل بغرزة منزل. عاوزة على الستاشر غرزة دول اشتغل سبعة غرزة عمود بلفة. تمام? وفوق كل غرزة عمود هشتغلها. هشتغل فوقيها غرزة بيكوت مكونة من تلت سلسل. سلسلتين ارتفع وبشتغل اول عمود. كده واحد من السبعة. وبشتغل فوقي غرزة بيكوت واحد اتنين تلاتة. هسيب التلات سلاسل وفوق العمود الاخير اللي اشتغلته. بدخل في الحلقة الامية فرانطلوب والحلقة اللي خلفها في جسم العمود نفسه. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين. اصبح معي حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين. هلف الخيط على الابرة. هسيب من تحت واحد اتنين فراغ. وروح اشتغل العمود رقم اتنين. فوقي غرزة بيكوت. واحد اتنين تلاتة سلسلة. نسيب التلات سلاسل ونروح للعمود الاخير اللي اشتغلته. فوق الحلقة الامامية والحلقة اللي خلفها. في جسم العمود بدخل. اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين بغرزة كده واحد اتنين. سلسلتين. احنا لو سبنا كده واحد اتنين واشتغلنا كده تلاتة واحد اتنين اربعة واحد اتنين خمسة. لأ هنسيب هنا بقى فراغ واحد ونروح للفراغ اللي بعده نشغل العمود. واحد اتنين تلاتة ونقفل غرزة البيكوت. سلسلتين هسيب فراغ واشتغل العمود رقم اربعة. واحد اتنين تلاتة ونقفل غرزة البيكوت فوقيه. سلسلتين اكده واحد اتنين تلاتة اربعة بقى لتلاتة هنشتغل هنا واحد هسيب فراغين ونشتغل اتنين هسيب فراغين ونشتغل تلاتة. يعني هنا هسيب فراغ واحد بس واروح اشتغل عمود. واحد اتنين تلاتة ونقفل غرزة البيكوت يعني يا بنات اعملولي او اشغلوا السبع عمود على ستاشر غرزة زي ما احنا شايفين. المهم ان هما يكونوا سبع عمود فوق ستاشر غرزة. تسيبي من تحت فراغ او فراغين ما فيش اي مشكلة. المهم ان انت ايه ترتبي الشغل زي ما احنا شايفين. سلسلتين. هنسيب واحد اتنين وانو احنا نشتغل عمود. فوقي غرزة بيكوت. واحد اتنين تلاتة ونقفلها. سلسلتين هسيب واحد اتنين واروح اشتغل. ده رقم كان بقى نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ده رقم سبعة والاخير. برضك فوقي غرزة بيكوت واحد اتنين تلاتة اربعة. عفوا تلات سلاسل بس. ونقفلها. بغرزة بيكوت. باخد سلسلة وبروح اقرر على كل الورقات الموجودة عندي بنفس الطريقة. اني بشتغل سبع عمود فوقيهم. مرة بسيب مرة بسيب فراغين تحت سلسلتين ومرة بسيب فراغ واحد. المهم ان انا ايه بقسم العدد بتاعي على آآ السبع عمود اللي انا بشتغلهم. وكل عمود بشتغلوا بيكون فوقي غرزة بيكوت مكونة من تلاتة سلسلة. لو حابين غرزة البيكوت تكون اكبر واوسع بتكونيها من خمسة سلسلة. باخد سلسلة في المنتصف وروح اقرر فوق كل ورقة من الزهرة بنفس الطريقة. لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بنقفل بغرزة منزلقة. والسطر الاخير ده واحنا بنشغله. بنبتدي بقى في الوحدات اللي جاية لنا. بنشبك في الوحدات المقابلة. بقى في الفوق اول غرزة في غرزة منزلقة. بسحب الخيط وبخرق. بسيب عشر اخمستاشر سنتيو. بعد كده بقص الخيط وبسحب الخيط بالشكل دوت وبقبرة تنضيف بنضافه ايه خلف الوحدات بتاعتي. طيب. زي ما قلنا مع بعض. انا هنا آآ كل وحدة من الوحدات الكبيرة دي. بشبكها في اربع وحدات زيها بالزبط. طيب بقيت البتلات او ورقات الزهرة بنشبكها في ايه? في وحدة صغيرة هنشغلها مع بعض دلوقتي. بابتدي ادخل اعمل عقدة بداية وعشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة عشرة هسيب اخر تسعة سلاسل وروح لاول سلسلة اشتغلتها وبقفل فوقها بغرزة منزلقة. فوق العشرة سلسلة وخيط البداية في الخلف عندي هشتغل اتنين وتلاتين غرزة حشو. سلسلة بتكون ارتفاع وبشغل اتنين وتلاتين غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. وبكمل حتى يكون معي اتنين وتلاتين غرزة حشو. في نهاية السطر بقى في الفوق اول غرزة حشو اشتغلتها بغرزة منزلقة وبتدي اكون تمانية غرزة كل غرزة مجوانة من اربعة عمود باتنين لفع. فاكرين السطر اللي احنا قلنا ان احنا لغيناه مع بعض اللي هو السطر الرقم تلاتة اللي كان بيكون عندي كل غرزة حشو فوق كل سلسلتين اربعة حشو وببتدي اكون عليهم غرزة الكلاستر. هو كأني بشتغلوا يا بنات هو في السطر ده تمام? واحد اتنين تلاتة وبعتبرهم ثلاث الارتفاع وابتدي اكون اول غرزة كلاستر فوق اول اربعة غرز حشو. كده واحد. والغرزة اللي بعدها فوقيها عمود باتنين لفة. وغرزة رقم تلاتة فوقيها عمود باتنين لفة. والغرزة رقم اربعة فوقيها عمود باتنين لفة لكن طبعا مش بكمل الاعمدة للاخر. تمام? خمس حلقات على الابرة باسحب من اربعة وارجع اسحب من اتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهرجع على الاربع غرز الجايين غرزة كلاستر مكونة من اربعة مود باتنين لفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ونقفل غرزة الكلاستر بتاعتنا. ستة سلسلة وبرجع اقرر بنفس الطريق. بص يا بنات هو ده اللي كان هيكون الشكل التاعي المفروض اللي هو في المكان ده. ولا اي حاجة خالص كاني انا ما عنديش اي مشكلة هي هي. هتبحسوا من الشكل واحد. مجرد بس ان انا كنت هزود على روحي سطر فيه ان شاء. بالنسبة طبعا لوحدتي دي بكمل بقى كمان. انا هنا اشتغلت غرزتين كلاستر. بكمل كمان ستة على باقي الغرز بتاعتي. وبرجع لكم من بين كل غرزة كلاستر مقوانة من اربعة مودة اتنين لفة وغرزة اللي بعدها ستة سلسلة مسافة. رجعت لكم تاني كده معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. خلاص بنواح بقى لأول غرزة اشتغلناها وبقفل فوقها بغرزة منزلقة. فوق هنمشي بمنزلقة لغاية السلاسل. فوق السلاسل الستة وبتشتغل سلسلة وخمسة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تلاتة سلسلة وانا بشتغل التلاتة سلسلة هشبك فيه الجهة التانية. طيب تلاتة سلسلة دي هشغل منهم. سلسلة وسلسلة رقم اتنين مش هشغلها لاني هبتدي اشبك فيه الوحدات المقابلة ليه? بالنسبة للوحدة المقابلة هنا طبعا دي هنا اول واحدة من الاعمدة من اللي صار كده هاسبها واروح لرقم اتنين هرفع الوحدة بتاعتي وادخل من تحت غرزة البيكوت اسحب الخيط واخرج معي على الابرة حلقتين باسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو ادتني من فوق مكان السلسلة رقم اتنين وهاخد السلسلة رقم تلاتة واروح اشغل خمسة غرزة حشو على باقي السلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة فوقها غرزة حشو نرجع على السلاسل اللي بعدها خمسة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهبتدي اشغل سلسلة والمفروض بقى اننا دلوقتي هروح اشبك فين يا بنات هشبك في وحدة تانية زي دي من الجهة هنا هسيب اول ورقة يعني اول غرزة بيكوتو روح لرقم اتنين وابتدي اشبك الوحدة بتاعتي دي تمام اما بالنسبة انا شبكت الوحدة دي يا بنات اهي عندي في رقم اتنين يعني سبت وحدة واشتغلت في رقم اتنين هنبتدي بالنسبة للوحدة الكبيرة هنسيب واحدة من هنا وهشبكها في اتنين غرزة بيكوت تمام هنسيب واحدة وابتدي اشبك في الغرزة دي او او زي ما احنا هنشوف دلوقتي اننا ممكن اشبك في الاتنين دول الوحدة اللي زيها كبيرة. وبعد كده سيب وحدة وروح اشبك الوحدة الصغيرة عندي هنا. بنفس الطريقة اللي احنا شبكنا به. لكن انا دلوقتي عندي هنا. الوحدة دي بتتشبك في وحدتين من الجهة دي. ووحدتين من الجهة التانية. يعني بتشبك في اربع وحدات. تمام? اما الوحدة الكبيرة فبتشبك في اربع وحدات كبار زيها. بنشبكهم في اتني من غرز البيكوت اللي بيكونوا عندنا. لكن انا دلوقتي خلاص ما فيش حاجة اشبك فيها فبالتالي بكمل السلسلتين الباقيين وخمسة غرزة حشو على السلاسل بتاعتي تلاتة ببعة خمسة وبرجع اشغل فوق غرزة كلاستر غرزة حشو واحدة وبكمل الوحدة بتاعتي الصغيرة بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين مع بعض. واحنا بنشغل طبعا غرز الحشو والسلاسل التلاتة بشبك في الوحدات المقابلة لي. لكن بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرة وحدتنا النهاردة شرحت لكم الوحدة الكبيرة والوحدة الصغيرة. وطرق التشبيك ان احنا بننزل من تحت غرزة البيكوت وبسحب الخيط بغرزة حشو في الوحدة التانية المقابلة ليا. وبكمل بنفس الطريقة. بس بكده بنكون وصلنا لنهاية فكرتنا النهاردة او وحدتنا النهاردة. بتمنى تكون وحدة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا. ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي. بتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان وصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تتبعوا صفحتي على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.